اشتركوا في القناة نجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياش يخرج عن صمته بهذا القرار نهائي بخصوص مستقبله مع نديه تشيس الإنجليزية تنقيد جيد لنيف أكرد في مباراة ويستهام وبونرمونت بعد الفوز الكاسح بربعية روبرتينهو مدر فريق سيمبا التنزانية فريقنا يزداد قوة كل يوم ولدين أفضل لعبين يجب على كل فريق يواجهون أن يحترمنا كما نحترمه طمأن الدول المغربي جواد ياميق متابعي على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى العين في المباراة التي جمعت بلد الوليد وخورينا يوم السبت الماضي في الجولة الثلاثون من الدول الإسبانية وشارك جواد ياميق منشورا عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي في انستغرام يوضح فيه حالته الصحية جراء الإصابة كاتبا الحمد لله والشكر لله جاءت الفحوصات إيجابية ومطمئنة للغياء ومرة أخرى أود أن أشكركم جزيل الشكر على المتابعة والإتمام أيضا على كل الرسائل الدم التي تصل الأعمى قلبي مهما قلت لن أوفيكم حقكم بارك الله فيكم وكان ياميق قد أصيب على مستوى عينه اليمنى دفعت الطاقم الطبي لبلد الوليد لنقله إلى المستشفى بعد التعذر على اللعب الرؤية بها جيدا ويبقى جواد ياميق من العناصر التي جنال شقة الناخب الوطني وليد الرقراجي بعدما اعتمد عليه في النسخة الماضية من كأس العالم التي أجريت بقطار قاد الدول المغربي يوسف انصيري فريقه إشبيليا للفوز القاتل في الوقت البدل الضائع على فياريال بهدفين لهدف واحدة في الجولة الثالثة من الدولة الإسبانية وتقدم إشبيليا في الدقيقة الرابعة والثلاثون من طريق رافيلمير وتعادل فياريال بهدف باوتوريس في الدقيقة الخامسة والخمسونة قبل أن يسجل يوسف انصيري هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع للمباراة ودخل المهاجم المغربي كبديل بعد ثماني دقائق من بداية الشوت الثاني وتمكن من تسجيل هدفه بعد تمرير حاسمة من الكرواتي إيفان راكيديتش ورفع إشبيليا رصيده إلى ثمانية وثلاثون نقطة في المركز الثاني عشر مبتعدا عن منطقة الخطر وتوقف رصيد فياريال عند السابع والأربعون نقطة في المركز السديس وخاض المهاجم المغربي خمسة وعشرون مباراة في الدول الإسباني سجل خلالها ثمانية أهداف فيما سجل في مختلف المصابقات هذا الموسم مع إشبيلي 17 هدفان وكان من السيري مهاجم فريق إشبيلي الإسباني قد اختير كأفضل لاعب في الأسبوع في منافسة الدول الأوروبي بعد تعلقه أمام مانشستر يونيتد في إياب ربع نهائي الدول الأوروبي حيث سجل هدفين من ثلاثة أندياء يطال الترقب مستقبل الدولي المغربي حكيم زياشة الذي ينتظر أن يغادر تشيسي إجليزي بعد نهاية الموسم الحالي ووفقا لما أوردت التقارير الصحفي الأجنبية فإن حكيم زياشة متريد في تحديد الفريق الذي سينتقل إليه في الصيف القادم رغم استقباله لمجموعة من العروض المغرية وتابعت أن حكيم زياشة ينتظر إلى أن يتوصل بجميع العروض الممكنة مع أمل مشاركة في المباريات المتبقية للتشيسي من أجل إبراز نفسه وإمكانيته بغيث تسويق خدماته للمهتمين ويقترب فوراق حكيم زياش عيد تشيسي بعد تأكد ابتعاده التامع عن مستقبل الفريق اللندني إلى جانب إبداء إدارة النادي استعدادها للاستغناء عن اللاعب المغربي تحصل الدول المغربي نيف أكرد على تنقيد جيد في مباراة فريقه ويستهام أمام برون مورت في جولة 32 من الدول الإنجليزية وحسب موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحسائيات فإن نيف أكرد تحصل على تنقيد 7.4 بعد مباراة جيدة قدمها أمام الخصم حيث نجح في قطع أربع كرات وتفوق في سبع نزال ثنائية وعاد المدافع المغربي للرسمية في الدول الإنجليزي بعد غيابه عن مباراة أرسنال في الجولة السابقة فيما كان رسميا في مباراة جينيك البلجيكي برسم إياب ربع نهائي الدول المؤتمر الأوربي والتي تأهل فيها إلى الدور النصف وتشدر الإشارة إلى أن نيف أكرد قدم مونديال في أعلى مستوايات رفقة المنتخب المغربي بإضافة للأداء الكبير في مباراة البرازيل والدياء قال مدرب سمبا التنزاني روبيرت شينهو إن فريقه يزداد قوة يوما بعد يوم مؤكدا أن مواجهة الويدادة الرياضي في البيضاء الجمع المقبل على الساعة السابعة بتوقع جرينيتش ستكون مختلفة عن لقاء طرفين في دهاب ربع نهائي دول أبطال إفريقيا وصرح روبيرت شينهو مدرب سمبا التنزاني قائلنا لم تكن مباراة سهلة أمام الويدادة لقد لعبنا ضد فارع كبير وقدمنا أداء جيدا واستطرد حديثه بالقول فارقنا يزداد قوة كل يوم والدينا أفضل لعبين يجب على الكل الفارق يواجهون أن يحترمنا كما نحترموها واختشم حديثه بالقول كل مباراة لها خططها وظروفها الخاصة ومباراة الاياب ستكون مختلفة عن لقاء الدهب وسيوجه فارق الويدادة الرياضي المغربي نظيره سينبا التنزاني في اياب دول ربع نهائي دور أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة على الساعة السابعة بتوقع جرينيتش على أرضية الملعب بالدار البيضاء شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر